منطقة منسيرة بإقليم خيبر إحدى أكثر المناطق تأثراً بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن باكستانية مختلفة خلال الأيام الماضية حيث وصل ارتفاع المياه في بعض المنازل إلى ثلاث أقدام لقد تضرر أكثر من مئة منزل في منطقتنا للمرة الأولى بسبب حجم الهطول غير المتوقع وغير المسبوق نحن نحاول إحصاء حجم الخسائر بعد أن أكملنا جهود الإنقاذ للعالقين والمتضررين أمس وسنخاطب الحكومة لصرف تعويضات للمتضررين السكان المحليون اعتبروا أن السلطات لم تطلب منهم إخلاء المنازل أو نقل أمتعتهم ولذلك لم يتوقعوا أضراراً بحجم ما حدث خلال ساعات محدودة من هطول الأمطار الأمطار كانت غزيرة بشكل لم نشاهده من قبل ولم يحذرن أحد من هطول غزير لهذه الدرجة لقد أتلفت المياه معظم أثاث بيتي واضطررت إلى نقل أسرتي لبيت الجيران طوال الليل إننا فقراء لذلك نسكن قرب قناة المياه لاستخدامها في الزراعة لكن المياه هذه المرة غمرت المنزل والمزرعة خسرنا كامل المحصول وأغلب أثاث المنزل ونطالب الحكومة بالتعويض وتحذر الأرصاد الجوية من فترة الأمطار الموسمية التي تعيد باحتمالات فيضانات جديدة خاصة مع امتلاء سدود الأنهار في الجارتين الهند وأفغانستان على الرغم من الإجراءات الوقائية لهيئة إدارة الكوارث الوطنية والتحذيرات الحكومية من احتمالات تكرار فيضانات العام الماضي لاقى باكستانيون حتفهم على ضفاف الأنهار هذا العام مع توقعات بأمطار موسمية قد تفاقم الأوضاع في المناطق المتضررة خلال الأسابيع القادمة هيثم ناصر تلتة عربي من منطقة منسيرة شمال إقليم خيبر الباكستاني ترجمة نانسي قنقر